يعني حضرت برضو بتكلمين عن أشياء تبدو مرتبطة كلها ببعض لكن هل أساس المخدرات يعني هل المخدرات هي مشجعة على الإرهاب؟ في ارتباط في ارتباط كبير وتم رصد أيضا علاقات وثيقة ما بين عصابات الإتجار في المخدرات والإرهاب لأنه الجماعات الإرهابية بتستفيد من عوائد بيع المخدرات ومن تقديم حماية للعصابات اللي بتعمل في الإتجار بالمخدرات عبر الحدود وأيضا الفساد إذا كان موجود على الحدود أو في داخل الدول أو في المؤسسات فهو أيضا يشجع على زيادة الإتجار في المخدرات ولكن أيضا كمان الجريمة المنظمة بشكل عام دي بتشمل بقى الإتجار في البشر بتشمل الأنواع التجارة غير المشروعة ومنها التجار في الأسلحة الصغيرة أيضا بنشتغل على مسألة الهجرة غير الشرعية والمهاجرين غير الشرعيين وما يتعرضون له عشان يصبحوا بعد كده ضحايا لعصابات الإتجار في البشر بنتكلم أيضا في موضوع مهم جدا وهو التجارة غير الشرعية في الأثار الأثار المسروقة ونهب الممتلكات الثقافية والأصول الثقافية فكل ما له صلة بالجريمة المنظمة هتجي حضرتك أن فيه تعاون ما بين قوى الشر يعني قوى الشر بتتعاون مع بعض